من عجائب الموت عند النمل أن النمل عندما تموت تنعى نفسها لاحظ العلماء أن النمل ينشر عند موته رائحة خاصة تنبه بقية الأفراد على ضرورة الإسراع بدفنه قبل انجذاب الحشرات الغريبة إليه قام أحد العلماء بوضع نقطة من هذه المادة على جسم نملة حية فسارع باقي النمل إليها ودفنها وهي حية بالرغم أنها تتحرك وتقاوم وكما أن الإنسان يدفن موته النمل كذلك فلهم مدافنهم الخاصة ويكون موكب التشيع موكب هائل وعظيم يشيعون النملة إلى مثوها الأخير ومن كثرة الاحتكاك بالموته تنتقل رائحة الموته إلى النملات التي يقوم بعمله الدفن فتحرص النملة عندما ترجع من المقبرة بلعق نفسها بلسانها لتزيل كل أثر عليقة بها من الرائحة لأنها إن بقيت ستدفن وهي حية شاركونا بتعليقاتكم الرائعة تحية ترجمة نانسي قنقر